انتربيو بعد ما خلصتو حسيت ان انت اسئلتك دايقة الضيف انو كدش مفوضة اسألوس علي او كده كذا مرة مرتين تلاتة كده مرة كان اثناء بقى دنيا دوشة وثورة ومشكلة الاهلي والمصري وكده بعديها بشوية كده كان كان موضوع في بعض اللعيبة من الاهلي يكنوش عايزيه لعمواتش السوبر فاكر مش الاهلي وهمبي وكده مش انا المتسبب في الخبر ده كنت في قناة النهار واسلام صادق قال لي ان في مشكلة في معسكر الاهلي اللعيبة احمد فاتحي تخنق مع بوتريكا في المعسكر عشان مش عايزي لعب ماتش الاهلي وامبي ومش عارف ايه وحصلت مشكلة فقلت الخبر رئيس التحليمي تعجب يقول لك خبر فبعد ما قلت الخبر لقيت اسلام صادق بيقول لي معك احمد فاتحي على التليفون واحمد فاتحي زعله وحش احمد فاتحي عسين هو لاتصل يعني سمع الخبر اللي انا قلته ان في مشكلة حصلت مش عارف احمد فاتحي دخل فيه اشمال بقى يا غريم ما حصلش حاجة مش عارف ايه وان طوله احمد انت في المعسكر يعني كان على الهوة ولا برا؟ على الهوة على الهوة اسلام كمان اقول لي خد احمد فاتح اصلا انت بتقول لي الكلام ده ازاي وما حصلش حاجة في المعسكر مش عارف فانا طبعا على الهوة مش هقول له ايه ده اسلام صادق الرئيس التحرير لا حاجة اتحملت المسؤولية فاتحركت ان حسيت ان اعملت مشكلة في المعسكر الاهلي وممكن ما كانش ان المشكلة دي حصلة وكان ساعات الدنيا سخنة والاجواء وكلام ده فدي كان موقف محرج بالنسبة لي حاولت المه على الهوة بس احمد كان منفاعل جدا اه انا عارف احمد رغم ان انا احمد ده انا احمد يعني اصدقاء جدا بس انفعلته انفعلته في السماء احمد اوه